السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ سنة الثالثة إعدادي مرحبا بكم فيديو جديد على قناة أتعلم ذاتيا في درس من دروس اللغة العربية الممنوع من الصرف القاعدة الأولى تقول الأصل في الأسماء التنوين والتنوين هو الصرف يعني أعطي أمثلة مثلا كلمة رجل نجيبها مرة مرفوعة مرة منصوبة مرة مجرورة مثلا جاء جاء رجل نلاحظ أن هنا مرفوعة جاء فعل ماضي مبني على الفتح رجل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة هنا مرفوعة رأيته رجل رأيته فعل ماضي مبني على السكون التي صاري بالتاء المتحركة والتاء المتحركة في محل ضمير متصل في محل رفعين فاعل رجلا مفعول به هنا جاء رجلا الرجل جاء منصوبة التقيته 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 برجل نلاحظ هنا أن نعرفها نعرفها أولا التقيته في الماضي من السكون والتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفعين فاعل الباء حرف جر رجل اسم المجرور هنا نلاحظ أن هذه الكلمة جاءت مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مكسورة إلا أنه قد يطرأ في القاعدة تقول قد يطرأ على الأسماء ما يمنعها من الصرف يعني التنوين فتجر بالفتحة النائبة عن الكسراء مثال مثال مررته 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 بصحراء بصحراء إذن مررته كذلك في الماضي من السكون تصري بالتاء والتاء المتحركة في محل رفعين فاعل الباء حرف جر المفروض أن الصحراء تكون مررته بصحراء ولكن ولكن منعت من الصرف يعني من التنوين لماذا؟ هنا سنعرف الأسباب يعني كأن هناك ما يمنع من الصرف إذن هنا هذه الصحراء جرت بالفتحة النائبة عن الكسراء هنا هذه الكلمة جرت بالفتحة النائبة عن الكسراء فنقول لأسباب من الصرف هناك ما يمنع لسبب واحد وهناك ما يمنع لسببين إن شاء الله تعرفوا لما يمنع من الصرف لسبب واحد إذن إذن هناك ما يمنع من الصرف لعلة واحدة مثلا أشير إلى أنه هذا الدرس عزائي التلاميذ غالبا غالبا تحط في الامتحان الجهوي وغالبا ما يكون عليه نقطة ونصف لهذا نتابه لكي لا تضيع نقطة ونصف لسهما أن الدرس سهل خسر شوية ونصف إذن قلنا ما يمنع من الصرف لعلة واحدة ما كان مختوما بألف تأنيت الممدودة وقدر يكون علم أو مصدر أو صفة علم مثل علم مثل ردوة ردوة مصدر مثل ذكرى وصفة وصفة مثل حبلة حبلة إذن هناك اللحظة هذه الأسماء كلها مختومة ب ألف مقصورة ألف تأنيت المقصورة عفوا عفوا قعد إذا كان اسم مختوم بألف تأنيت المقصورة مثلا إذا كان علم مثال ردوة إذا كان مصدر مثلا ذكرى صفة مثلا حبلة كذلك يمنع من الصرف إذا كان مختوما بألف التأنيت الممدودة قدر يكون علم أو صفة أو اسم علم مثلا زكرياء صفة مثلا حمراء واسم مثلا سماء أو صحراء كذلك إذا جاء على صيغة منتهى الجموع ومنتهى الجموع أعزائي التلاميذ ومنتهى الجموع أعزائي التلاميذ هو كل جمع التكسير جمع التكسير فشرحناه في الدرس السابق هذا جمع التكسير مدعم ل sperم تانيب بعد ألف الجمع نجد حرفين مثلا مثلا ملاعب 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 أو ثلاثة أحرف الأوسط فيها ساكن مثلا مفاتيح مفاتيح مصابيح هذه كلها جاءت على صيغة منتهى الجبوع إذن هذه كلها تمنع من الصرف إذن ننتقل الآن إلى ما يمنع من الصرف لسبابين أو علتين قبل ذلك أعطي بعض الأمثلة مثلا مررته بملاعب فوجدت فوجدت ماذا وجدت فوجدت مثلا مفاتيحة 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 كثيرة ولا عديدة إذن مررت بملاعب كالمفروض نقول مررت بملاعب ولكن بما أنه جاء على صيغة منتهى الجموع إذن منع من الصرف إذن هنا منع من الصرف لأنه جاء على صيغة الإسم جاء على صيغة منتهى الجموع كذلك مفاتيحة المفروض كذلك أن نقول فوجدت فوجدت مفاتيحا ولكن بما أنه جاء على صيغة منتهى الجموع إذن منع من الصرف بينما كثيرة لم تمنع من الصرف نعطي بالنسبة الإسم المخطوم بألف تأنيت المدودة مثلا الحمراء مثلا شاهدته شاهدته ولا رأيته رأيته حقولا خضراء ما قلناش خضراء رأيته حقولا مفعول بيه منصوب وخضراء عفوا خضراء خضراء نعتابع لمنعوته ولكن بما أنه اسم مختوم بآلف التأنيت الممدودة إذن منع من الصرف الآن ننتقل إلى ما يمنع من الصرف لعلتين إذن ما يمنع من الصرف لعلتين أو سببين العالمية والتأنيت يعني السبب الأول أو العلة الأولى هي العالمية والسبب الثاني هو التأنيت يعني عالم مؤنت مثال حمزة 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 زينم هذه كلها أعلام مؤنتة فاطمة إذن هنا العالمية والتأنيت هناك العالمية وزيادة ألف ونون مثال يعني السبب الأول هو العالمية والسبب الثاني زيادة ألف ونون مثال شعبان شعبان مثلا مروان عثمان عفان نشد كذلك العالمية والتركيب المزجي يعني منع من الصرف يمنع من الصرف إذا كان الاسم علما ومركب التركيب المزجي مثال مثال نيويورك أو مثلا بعلبك أو حضر موت أو معد يكريب كل هذه أسماء ممنوعة من الصرف لسببين كذلك العالمية ووزن الفعل العالمية ووزن الفعل مثلا يزيد هذا اسم علم ولكنه على وزن الفعل مثلا أحمد 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 الله أو اسم ولكن على وزن الفعل مثلا أسعد أسعد للقائكم مثلا هذه أسماء وهي أعلام على وزن الفعل نوع من الصرف هنا العالمية والعجمة مثلا إسماعيل إبراهيم يوسف هذه كلها أعلام أعجمية كذلك العالمية العالمية ووزن فعل ماشي وزن فعل وزن فعل مثلا زحل هبل عمر هذه كلها أعلام جاءت على وزني فعل زحل هبل عمر إذن هذه هي الأسماء يعني اللي تمنع من الصرف لعلتين أو سببين قلنا العالمية والتعليد العالمية وزيادة الفانون العالمية والتركيب المسجي العالمية ووزن الفعل العالمية والعجمة العالمية ووزن فعل بالنسبة أعزائي التلاميذ للصفة الممنوعة من الصرف فكما يمنع الإسم من الصرف يمكن لبعض الصفات كذلك أن تمنع من الصرف وتجرؤ بالفتحة النائبة عن الكسرة إذا كانت صفة لمذكر على وزني أفعل مؤنته فعلاء في مثال أصفر صفراء مؤنته صفراء صفراء كذلك إذا كانت صفاء لمذكر على وزني فعلان مؤنته فعلاء مثال غضبان مؤنته مؤنته غضبا كذلك إذا كانت الصفاء معدولة عن لفظ آخر في موضعين الأعداد على وزني مفعل وفعل مفعل مثلا مثلث مربع مخمس مصدس مسبع مثمن متسع معشر كذلك فعل وحد خمس ربع ثلاث مثلا 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 مربع مخمس كذلك ثلاث ربع خمس وهكذا صفاء إذا كانت كذلك صفاء صفاء أخر على وزني فعل أخر على وزني فعل إذا هنا أعطي بعض الأمثلة للصفاء الممنوع من الصرف مثلا فوق فوق سطح بيتنا غراب أسود فوق سطح بيتنا غراب أسود فوق سطح بيتنا غراب أسود هنا لم نقل غراب أسود لأن هذه أسود صفاء ممنوعة من الصرف على وزني أفعل متنته فعلاء يعني سوداء مثل آخر خرج التلاميذ خرج السلاميذ التلاميذ مثنى أو أحاد ومثنى وثلاثة وربا إذن هده كلهم هده الصفات غير منونة ممنوعة من الصرف أحاد ومثنى وثلاثة ورباعة أحاد ومثنى وثلاثة ورباعة نلاحظ أنها ممنوعة من الصرف تلاميذ أعطي مثال آخر مثلا مثلا رحبت رحبت بعائشة بعائشة وبنساء أخر أخر كذلك أخر صفة ممنوعة من الصرف ممنوعة من الصرف أخر ممنوعة من الصرف لأنها جاءت على وزني فعالة إذن متى ينصرف الممنوع من الصرف ينصرف الممنوع من الصرف إذا أعرف بأل أو أضيف أعطي مثال مثلا ذهبت 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 لزيارة مصانع مصانع ذهبت ذهبت لزيارة مصانع ونلاحظ مصانع جاءت على صيغة منتهى الجموع هنا محلم هنا لزيارة مصانع مصانع ذهبت فعل ماض مبني على السكون اتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضامير متصير في محل رفع فاعل نعم لزيارة جارة مصانع مضاف إليه ونفروض في المضاف أن يكون مجرورا لكن بما أنه جاء على صيغة منتهى الجموع إذن فهو ممنوع من الصرف المتحة النائبة عن الكسرة لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف ندخل عليه الآن ال ماذا نقول لدينا الجملة ذهبت ذهبت لزيارة لزيارة المصانعي 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 إذا نلاحظ هنا لما أدخلنا على المصانعي إذا جرع بالكسرة ولم يعد ممنوعا من الصرف كذلك إذا أدخلنا إذا أضفناه مثلا ذهبت ذهبت لزيارة لزيارة نعتدر عن هذا صباح المصانعي 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 المدينة نلاحظ نلاحظ هنا بأن مصانعي جاءت مجرورة لماذا؟ لأنها ضيفت إلى كلمة المدينة لزيارة ماذا؟ زيارة مصانعي مضاف إليه وهو مضاف المدينة مضاف إليه إذن لما أضيفت كلمة مصانعي إلى المدينة لم تعد ممنوعة من الصرف بأن لاحظوا أنها مجرورة بالكسرة لم تعد مجرورة بالفتحة النائبة عن الكسرة إذن بالنسبة للممنوع من الصرف إذا عرف بأل أو أضيف يصبحوا منصرفا إذن أعزائي التنامذ هذا تمرين تطبيقي نحاول نوضفه فيه ما كتسبناه من معلومات حول هذا الدرس وكل ما مرينا بإسم أو صيفة ممنوع من الصرف نستطروا عليهم إن شاء الله من بعد نكتبوهم إذن تزوج عمارو إذن هذا من الصرف بعائشة بعائشة عمارو بعائشة فأنجبا يحيا وسلم ويوسف ومروان ذهبت الأسرة في رحلة إلى بغدادة بغدادة شي بغدادي بغدادة فذهبوا إلى مطاعم فاخرة وكانوا سعداء سعداء أما الأب فكان غضبان من كثرة المصاريف هنا لاحظنا أنه كامل ممنوع من الصرف لكن لما تصلت به أل يعني عرف بأل مبقاش هنا أصبح مجرور المصاريفي حتى صار وجهه أحمر ولما عادوا إلى بيتهم مثنا قال لهم الأب لن تذهبوا إلى رحلات أخرى إذن هنا الممنوع من الصرف بسبب واحد بسبب واحد بسبب عين هناك كين عالم كين الصيفة الممنوع من الصرف بسبب واحد بسبب واحد بسبب واحد لماذا؟ لأنه لأنه مختوم ب ألف التأنيت المقصورة ألف التأنيت المقصورة سلما لدينا هنا سلما كذلك لدينا لدينا مطاعم 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 لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي منعته؟ من أجل المطاعم لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع جميع التكسير جاء على صيغة منتهى الجموع كذلك لدينا لدينا ماذا؟ لدينا سعداء سعداء هذا الاسم كذلك منع من الصرف لسبب واحد وهو مختوم بألف التأنيت الممدودة ما هو؟ صحراء سماء سعداء انتقلوا الآن إلى ما منع من الصرف لسببين قسمناه إلى عالم وصفة لا تأتي من قشن دينا اتساع إذن بالنسبة للعالم الذي منع من الصرف لسببين هناك هناك عماره عماره لماذا منع من الصرف لسببين؟ ما هم هذان السببين؟ ما العالمية لأنه عالم ثانيا جاء على وزن فعل فعل عمار لدينا كذلك عائشة عائشة كذلك منع من الصرف لسببين ما هما؟ ما هما؟ العالمية والتأنيت العالمية والتأنيت ما هو الثالث؟ لدينا 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 يحيا يحيا ما هما السببين؟ العالمية ووزن الفعل المضارع بحال أحمده أسعده يزيده كلها أفعال على وزن فعل المضارع يحيا على وزن الفعل المضارع العالمية ووزن الفعل المضارع كذلك لدينا يوسف 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 هنا ما هما السببين؟ العالمية والعجمة بحال إبراهيم إسماعيل كذلك لدينا مروان مروان ما هما السببين؟ هما العالمية والأليف زيادة أليف ونون بحال شعبان ورمضان كذلك لدينا بغداد 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 ناء العالمية والتركيب المسجي بحال نيويورك بحضر موت إذن ننتقل الآن إلى الصفة الصفة لدينا 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 غضبان لدينا غضبان غضبان لدينا كذلك منع من الصرف لأنه منع من الصرف لأنه أولا صفة ثانيا على وزني فعلان مؤنته فعلة يعني غضبان مؤنته غضبة كذلك لدينا أحمر منع من الصرف كذلك لأنه صفة على وزني على وزني أفعل مؤنته فعلاء يعني أحمر مؤنته حمراء لدينا كذلك مثنى لدينا مثنى كذلك على صفة على وزني مفعل لدينا كذلك أخر 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 كذلك سفة على وزني فعل نتمنى أعزائي التلاميذ أني نكون توفقت في تبسيط الشرح دي لهذا الدرس إذا أعجبكم الفيديو ما تبخلوش عنا باللايك أو بالاشتراك دخلو القناة وشتركوا معنا لا سيموا أن القناة جديدة أكتفي بهذا القدر وأضرب لكم موعدا في فيديو آخر سيكون في إن شاء الله درس اسم التفضيل إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته